زيدوا ففي القلب للأحباب متسعوا ما فرق البعد من في الحب قد جمعوا نامت على كتف الآباء أعينونا وما حصادهم إلا الذي زرعوا يواضعينا على هذا الفؤاد يدا يوصيكم الله في الأولاد فاستمعوا بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الإخوة الأكارم نمضي وإياكم في برنامج يوصيكم الله في أولادكم هذا البرنامج نطل به على حضراتكم في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك بجانب من جوانب تربية الآباء للأبناء اليوم أتحدث عن جزئية من جزئيات التربية وهي الوصية لأبنائنا أن نعظهم أن نتعاهدهم بالنصح هؤلاء هم فلذة أكبادنا يقولون أن الإنسان ماحدى يتمنى أن يكون أحسن منه أنت مثلا طبيب ما بتتمنى أنه يكون طبيب أحسن منك إلا شخص واحد على وجه هذه الأرض تتمنى أن يكون أولادك أحسن منك كذلك الأمهات ما بتتمنى أنه تكون يعني ست بيت أحسن منها في طبخها في ترتيبها إلا ابنتها لأنهم يعني ثمرة فلذة حياتنا فلذة أكبادنا أيها الإخوة الكرام أجب أن نتعاهد أولادنا بالنصيحة النصيحة النصيحة العملي وهذه النصيحة متكررة الله عز وجل يقول في سورة من القرآن الكريم اسمها سورة لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني وعظه فقال يا بني يا بني يا بني يا بني نعظ أبناءنا في هذه الأيام للحفاظ على فطرته مسليمة كل مولود يولد على الفطرة فتأتي المنغصات وتأتي الأشياء التي تكدر صفو حياتهم حتى نحافظ على فطرتهم على نقائهم نحافظ على النور الذي وضعوا الله في قلوبهم إنما نعظهم نعظهم للوقاية من الذنوب والمعاصي للآثام عندما تكبروا سنهم شوفوا هيك بلغ مبلغ الرجال نزيد في الوعظ وفي جرعة الوعظ النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كانت له بنتا فأدبها تبهوا معي أيها والإخوة الكرام فأدبها البنت تحتاج إلى تأديب أدبها فأحسن تأديبها التأديب وحسن التأديب يحتاج إلى موعظة وإلى وعظ والأم إنما هي أقرب إلى ابنتها من أبيها أنا عندما أعظ الأباء في التربية إنما أقول الأباء والأمهات لأنهم هم الموجهون لأنهم هم مصدر العطاء والحنان والوصية الحسنة من كانت له بنتا فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها إن كانت تعليم الكوني يعني درست وأخذت سادس تاسع وبكالوريا فاتت اختصاص في الجامعة أو علمها حسن الأدب وحسن الأخلاق وحسن المعاملة وهذه مفضلة على تلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أدبني ربي فأحسن تأديبي لن يؤدب البنت ولن يؤدب الولد مثل أبيه وأمه وأسبغ عليها من نعم الله التي أسبغ عليه يعني أعطاها مما ألبسها يعني أطعمها أكرمها قال كانت له ستراً وحجاباً من النار شو بده الأب أحسن من هيك عندما يعظ حتى يعودوا إلى حتى يعودوا إلى فطرتهم وحتى تكون لهم هذه الوصايا الأبن يحتاج كل يوم لامئة وصية بين أمر وبين نهي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه اختار له الاسم الراقي لآن أولادنا شو الأسامي هي الآن يعني التي يعني لا تدل أول شيء لا تدل على العربية ولا تدل على الخير ولا تدل على الصلاح خير الأسماء ما حمد وعبد وما فيه يعني رجولة وما فيه يعني أعمال الخير سبحان الله ارجعوا عشرين أو ثلاثين سنة أو أربعين سنة إلى دفاتر النفوس بتشوفوا أنه الأسماء كانت كلها تدل يعني أنا لا أريد أن أذكر أسماء حتى لا 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 يعني أذكر اسما بعينه تدل عن الخير على مكارم الأخلاق على أسماء الرياحين والورود على الصفاء النقاء الآن الأسماء لا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه يوديبه هذا الولد حتى تشوفوا أنه أكل باليمين بده ألف يعني توجيه حتى أنه يرتب أغراضه ألف توجيه يعني لما يقول لك أحد الناس كل شبر بندر صدق لما الأم تزوج ولدها وتبكي إنها تبكي تبكي أيام تبكي تاريخ الحق معها يعني هي هي التي ربت هي التي يعني يعني لا تجي البنت عندما تتزوج الشاب تفكر هي أم هي التي ربت هي التي أنجبت هي التي هي التي علمت كذلك الأب عندما يزوج ابنه يعني هو هو التاريخ فرب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرة قال من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه قال فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما صار عمره مثلا 22 23 الآن حقيقة الحياة تغيرت أيها الأخوة الكرام والله الأمور صعبة جدا 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 تحتاج إلى عناية من الله نحتاج إلى يعني معجزة ربانية لأن تعود الأمور كما كانت إلى صفائنا ونقائنا وإلى كان الناس يزوجون وكانت الحياة ميسرة الإنسان يدفع المال الآن الأب لا يستطيع أن يزوج ولده الأبن بده يروح شخ طريقه ولكن يعينه ما استطاع إلى ذلك سبيله ما استطاع عندك بيت كبير وهذا البيت يمكن ما تستخدمه كله ما عليش بيعه بيعه من أجل أن يعني تعين أولادك على رضاء الله ما يسلك ترب الحرام في إنسان بتلاقي عنده يعني طاقة وشهوة معينة ولا يستطيع أن يصبر على ما يشاهد في هذا الزمان يعني هيئ له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه لذلك يجب أن نعظهم وأن نكون معهم نوصيهم لنعلمهم أمور دينهم كما سمعنا في سورة لقمان أمور دينهم اللي مثلا يعني ما صام له بابا ليش معهم تصوم هذا الصيام الله عز وجل غني عنه الصيام الصوم لي وأنا الذي أجزي به من أعظم الثواب والعطاء يعني الصوم الصوم يعني بيطهرك أول شيء من اللهث والركود وراء الدنيا بشان سيجارة أو فنجام من القهوة رح تأفطرت الله عز وجل بالصوم بدي يعلمنا الضبط النفس بالصوم يعني تعظم إرادتنا هذا اللي بترك الطعام والشراب هو عم يشوفه قديش هذا إنسان يعني يتمتع بإرادة عالية إنما يسيطر على نفسه وبعدها يسيطر على شهواته الصوم هو امتنع ليس فقط يعني عن مشتهيات النفس مشتهيات النفس الحلال يعني الإنسان يمتنع عن زوجته في رمضان وهي حل له فالذي يمتنع عن الحلال الأولى أن يمتنع عن الحرام الأمر الآخر أيها الإخوة الكرام نوصيهم من أجل أن يكتسبوا الخبرات هذه الخبرة التراكمية التي موجودة عند الآباء وعند الأمهات إنما نهديها لأبنائنا على طبق من ذهب هل بتروح بتشتغل عشرين سنة عند إنسان يعني في مصلحة ولا يعلمك سر المصلحة لكن الذي هو يحبك والذي يعلمك الآباء يعلمون أولادهم الأدب والأخلاق حتى إذا كان الأب صاحب مصلحة يعلم ولده تلك المصلحة أيضا أيها الإخوة الكرام عظ وأوجز أوجز في الوعظ يعني قديما قالوا كثرة الكلام ينسي بعضه بعضه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله عظني وأوجز أنا يعني إنسان بسيط ما لي داريس لا أحسن الكتابة والقراءة بدي شغلة هيك خفيفة قال له عظني وأوجز أتدرون ماذا قال له شفوا الموعظة قال له فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه قال كفتني كفتني لما ول الأعرابي نبي عسى وصالح قال أفلح الأعرابي إن صدق أفلح أفلحني دخل الجنة الفلاح في الجنة صوروا أن النبي عليه وسلم أعطاه أعظم شهادة متى عندما قبل هذه النصيحة أولاد نصيحة صغيرة سبحان الله قديما قالوا لكن من التطويل كلة الهمم لكن من التطويل كلة الهمم فصار فيه الإختصار والدزم وأنا أعظ نفسي وأعظ الخطباء أنه ما تقولوا الخطبة حتى الدرس حتى بتشوفوا أنه الدرس يعني شو الدرس 12 دقيقة 13 دقيقة مع المخدمة ليه؟ كانت الدروس أنه طويلة كان ناس عندهم شغف يحب العلم الآن حتى كل شيء في الدنيا مختصر لكن من التطويل كلة الهمم حظوا هيك موعدة صغيرة هيك جزئية وطول بالك عليه يعني الإلحاح الآن سوف أتقلم عن الإلحاح قال تعاهد أولادك بالموعظة ولو بالأسبوع مرة يقول سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا يتخولنا يعني مثلا هل جزء وبكرة جزء ما الواحد يأرى القرآن كل ياته بدفعه واحدة اليوم جزء بكرة جزء بعد بكرة يتخولنا بالموعظة خشية السآمة علينا ويقول رضي الله عنه وأرضاه سيدنا علي رضي الله عنه إن هذه القلوب تمل إنسان ملول سبحان الله كما تمل الأبدان الإنسان أعد على جنبه اليمين شوية يعني بصير على جنبه اليسار كذلك في النوم إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان فابتغوا لها طرائق الحكمة سبحان الله أيضا أيها الإخوة الكرام كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إن منكم منفرين فمن صلى بالناس فليخفف يعني اللي بدي يصلي بالناس حتى في المسجد يخفف فإن فيهم المريضة والسقيمة والضعيفة وذى الحاجة بالأولى إذا وعظنا أولادنا وأزواجنا خففك شغلة خفيفة يعني بيقول لك أكل خفيفة نظيفة يعني ما ما يعني بضغري أكلنا وأمنا الغراض موعظة خفيفة قالوا أن اليوم الله يرضى عليكم هنصلي ركعتين بس ما تقلون عشرين ركعة ما لهم متعودين إذا كانوا متعودين والله هنيئا لك قالوا أن هنصلي ركعتين وبعد ما أنا أروحوا شوي يعني ألهوا والعبوا وكذا ركعتين شايفي الركعتين مقبولة سبحان الله كان عندي برنامج اسمه فتاوى أول ما بدأت به يعني حتى يحبه الناس فقلت لهم يعني بعد صلاة الجمعة قلت لهم مدة الدرس خمس دقائي بعد خمس دقائي خلص يعني يكون انتهى الدرس فقال لي أحدهم أعجبت بالفكرة يعني قلت لها خلص خمس دقائي بنعود أما مثلا يعني إذا كان سوف يأتي ويحضر الدرس ولا يدري متى ينتهي الدرس هذه مشكلة وإخواننا الخطباء وأنا منهم إذا كان أحدهم يريد أن يطيل ففي إنسان مريض في واحد معه سكر في واحد معه الضغط في واحد معه الروموتزم فخفف حتى في الموعظة خفف أينما كنتم لو كنت في موعظة فرح خفف كثرة الكلام ينسي أوله آخره وقد عنون البخاري عنوان باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا وكان سيدنا عبد الله بن مسعود بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لما كان جالس في الكوفة يقيم لهم درس كل يوم خميس قالوا له طيب ساوينا كل يوم ما شاء الله أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أنا أشتهي أن أفعل ذلك لو لا أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتخولنا بالموعظة خشية السآمة علينا يعني مو كل يوم تعملهم درس وموعظة بيقول لك بلش أبي خلص بلشت خطبة الجمعة لا يعني بالأسبوع مرة وذلك إنما من أجل فائدة أول وحدة حتى يستطيعوا أن يطبقوا ما سمعوه زي اليوم يعني موعظة وبكرة موعظة ما يحمشي الحال اليوم موعظة ودعهم أسبوع حتى يعني يتفكروا يتفكروا فيها أيضا أيها الإخوة الكرام هذه فرصة حتى للأب كمان من الأسبوع للأسبوع يحضر له كلمة ظريفة ومرة يعلمهم صلاة الضحى مرة يعلمهم سيرة من سير النبي صلى الله عليه وسلم مرة يحدثهم عن فائدة من فوائد الصيام مرة يحدثهم أن الصائم له عند فطره دعوة لا ترد مرة يعلمهم دعاء الصائم عندما يفطر اللهم إني لك صمت وبك آمنت على رزقك أفطرت أيضا أيها الإخوة الكرام الإنسان عندما يعظ الوعظ ما هو كل شيء تركون أنه كمان إذا كان عندهم عبادات يؤدونها وعندهم واجبات يؤدونها أيام الإنسان مثل الأعرابي الذي ذكرت سيرته يعني كلمة واحدة تكفيه أفلح الأعرابي إن صدق عطا النبي عليه الصلاة أعظم شهادة وهي شهادة الفلاح أيها الإخوة الكرام صلت الضوء اليوم عن موضوع الموعظة أوصاني أبي بكرة يتذكر سبحان الله يتذكر الوصية العملية عندما كان يجلس الأب ويحدثهم وقلت لكم أن الوصية خير علاج لكثير من الأخطاء هناك كيف نصوب الأخطاء عندما نجلس ونعظهم ونذكرهم بالله عز وجل كما ذكر لقمان الحكيم ولده وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشركة للظلم عظيم وقلت لكم أن نجز يعني كلمتين هناك برامج مثلا كلمة بدقيقة أو بدقيقتين وأرى أن فيها خير لأن الإنسان الآن ما عد يستطيع أن يسمع لكثرة هل الآن تدخل إلى الفيديو إذا شفت فيديو مثلا حجمه مثلا خمس عشر دقيقة لا تستطيع يقول لك لا عم يتحمل معي وما عندي وقت أما لو كان نصف دقيقة أو بدقيقة يعني سبحان الله هذا إنما فيه خير يجب أن نتعاهد أولادنا بالوعظ ولو بالأسبوع مرة عيضة الأسبوع مدتها خمس دقائق أو ثلاث دقائق وأسبوع عنا بالسنة 52 أسبوع يعني 52 موعظة هدول إذا بـ 52 موعظة يعني بيصير علماء فقهاء أدباء نجباء من أحسن الناس أيام الإنسان موعظة واحدة تغير حياته كلها أسأل الله عز وجل أن يجعل أبناءنا من أهل الفهم ومن أهل العلم ومن أهل الأدب ومن أهل الخير إنه سميع قريب مجيب ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نامت على كتف الآباء أعينونا وما حصادهم إلا الذي زرعوا يوضعينا على هذا الفؤاد يدا يوصيكم الله يوصيكم الله يوصيكم الله في الأولاد فاستمعوا ترجمة نانسي قنقر